موسيقى 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 أخواني وأخواتي أثني بشهادة ثانية في قضية الجزية على شهادة المؤرخ لبريطانيا الكبير تومبي ونكتفي لأن الشهادات كما قلت كثيرة جداً ومعروفة في مظانها لمن طلبها شهادة القانوني اللبناني من أصل سوري حلبي إدموند رباط قانوني كبير جداً جداً أعتقد شارك في كتابة الدستور حتى اللبناني من كبار القانونيين العرب وهو نصراني إدموند رباط تكلم عن سياسة الفاتحين التي قال إن جاز لي التعبير بلغة العصر واصفاً إياها فسأصفها بأنها سياسة لبرالية منفتحة وأن الطريقة التي سار عليها الفاتحون المسلمون مع البلاد والشعوب التي فتحوها قال كانت بمعنى الكلمة فتحاً في عالم الدين وعالم الفكر إدموند رباط مسيحي قانوني العجل قانوني يقول طريقة الفاتح المسلم في معاملة الشعوب المغلوبة كانت فتحاً ليس ابتكاراً فتحاً في عالم الدين وعالم الفكر قال تأسس هذا الفتح الليبرالي إن جاز التعبير على آيتين من كتاب الله يقول آيتين قال الآية الأولى قول الله تبارك وتعالى لا إكراها في الدين وهي الآية المفتاحية المؤسسة لحرية ماذا؟ الضمير تصمّى الآن في مواثيق حقوق الإنسان بحرية الضمير لا إكراها في الدين من حق الإنسان أن يدين بالدين الذي تطمئن إليه نفسه وقلبه ولا يمكن إكراه على أن يدين بما لا يطمئن به قال القرآن أسس لهذا حرية الضمير لا إكراها في الدين قال والآية الثانية آية الجزية يعني الآية التاسعة والعشرين من سورة التوبة حتى يُعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون قال هذه الآية لماذا؟ لماذا اعتبرها الركن الثاني لهذه السياسة المتسامحة الليبرالية الفتح العظيم في الفكر والدين قال لأنه لقاء هذه الجزية وهي مبلغ غير باهظ غير ثقيل لا يُثق الكاهل من يدفعه يتمتع هذا الإنسان بكل حقوق الحماية ليس بس الحماية الدينية كل الحقوق قال هذا الشيء غير مسبوك قدم الرباط قال هذا غير مسبوك وهو غريب جداً من دولة أساسها ديني وهدفها ديني ووسائلها دينية لماذا غريب؟ طبعاً إذا دولة قائمة على الدين اتأسست على الدين وتتغيّى نُصرة الدين وتعزيز الدين وتتوسّى الوسائل الدينية كالجهاد في سبيل الله وبعد هذا كله وبعد أولائكم تأتي هذه الدولة وتقول من حق كل إمرئن أن يستمر على الدين الذي يرتضيه من يهودية أو نصرانية أو موجوسية أو حتى الأديال الوثنية في رأيي جماعات ما العلماء وهذا الذي صغط عليه الدول الإسلامية على فكرة أعطت الوثنيين كما قلت في الهند وغيرها حق ماذا؟ الذِّمّة أن يعقد لهم عقد الذِّمّة قال هذا شيء غريب غير مسبوك في تاريخ الأمم فتح إسلامي ويأتيك الآن من يتكلم عن الذِّمّة والجزية؟ بماذا؟ باستخفاف يريد أن يقنعنا أنهما مفردتان حقيرتان مفردتان تبخيسيتان تنتقصان من كرامة وحقوق الإنسان كبرت كلمة تخرجوا من أفواهم إن يقولون إلا كذبة لكن تكفينا شهادات هؤلاء الأيقاظ المنصفين من عمالقة الفكر في العالم وأنا ذكرت الثنين والشهادات كما قلت لكم بالعشرات إن لم تكن بالمئات بفضل الله عز وجل طيب ذكرت السيدة جابريل أيضاً أن المسلمين كانوا يختمون رقاب أهل الذِّمّة شوف هذا الإجراء غير الكريم، المهين، الاستذّالي يختمون رقابهم يُعلّقون، قالت في رقابهم قلائد معينة لكي يعرف أنه أدّم عليه من جزية بفضل الله تبارك وتعالى المؤرخ الكبير، هذا الرجل أنا استفدت منه كثيراً حتى في طروحته وأعتقد أنه من أروع من كتب عن أحوال أهل الذِّمّة في الحاضرة الإسلامية ستانلي آرثر ترتين في كتابه الخلفاء ورعاياهم من الذِّمّيين كتاب عظيم، أنصح كل إنسان أن يقرأ هذا الكتاب برّأ الإسلام والحاضرة الإسلامية والسلطة الإسلامية من معرّة ابتكار، ماذا؟ القلائد هذه، ختم رقاب الذِّمّيين، قال غير صحيح وطبعاً جاء المؤرّخون مع ترتين مثل متس وغيرهم كثيرون وقالوا هذا كان معروفاً من زمان الآشوريين ومارسته بيزنطة وفي تاريخ الكنيسة النصرانية إدسا أو أرُّهة حاكمها في القرن السادس الميلادي كان بأمر الإمبراطور البيزنطي يعطي الرعاية رطلاً من الخبز ويختم رقابهم علشان يعرف أنهم أخذوا حتى لا يأتي الرجل مرّة أخرى ويأخذ رطلاً آخر يعني إجراء عملي ما عندهم مش، لكان في طباعة ولا في تقييد إلكتروني مثل الآن يا إخواني إلى اليوم كما لاحظ المؤرّخ المصر الكبير الدكتور علي الخربوط لرحمة الله تعالى عليه مؤرّخ الحضارة الإسلامية الله يرحمه ويطيّب ذكره خربوط لي قال إلى يوم من هذا توجد دول كثيرة في آسا وأفريقيا لدى الانتخابات، الانتخابات ألكشن يعني لدى الانتخابات يختمون معاصم أو أيدي الناخبين بختم معين لا يزول إلا بعد يومين حتى لا يتكرر ماذا؟ إدلاؤه بالصوت مرتين بعد يومين يزول هذا اللون تلقائيا هكذا كان أيام البزنطيين والأشوريين وأيام الإمبراطورة الرومانية وأيام المسلمين كيف سنعرف؟ الجميل أن القاضي يعقوب إبراهيم الكلين المعروف بأبي يوسف وهو صاحب أبي حنيفة، صاحب الأعظم في هيمة طبعاً مع محمد بالحسن في كتاب الخراج الذي وضعه للرشيد هارون ذكر قضية ختم الرقاب وأنها فُعلت في أيام بعض الصحابة قال معرباً عن العلة، نفس الشيء حتى يُحصوا ويعرف من الذي أدّى ممن لم يؤدي فإذا استوفيت الجزية من الجميع يعني عندنا ألف واحد نأخذ من الجزية، صار عندنا ألف كُسرت هذه الأطواق، فكسروا خلاص إذا لم تكن أكرمكم الله كأطواق الكلاب أو لاستذالهم ويمشوا بها في الناس حتى يعرف أنه يهودي أو نصراً، أبداً أبداً كانت إجراءاً عملياً، هذا طبعاً لم تذكر شيئاً منه السيدة برجيت جابريل إطلاقاً، أحبّت أن تُنهي إلينا أنه أي إجراء استعبادي يُحامل الناس كالحيهوانات، يعني، عيباً لكن طيب، نجاستهم بالغت للأسف في الإفك والزور حين ذكرت أن المسلمين يُعاملون اليهود، وذكرت اليهود، وأعتقد أنها لم تذكر نصارى قالت اليهود، يُحاملون اليهود على أنهم نجس تقول نجس، تفسرها بلغة الإنجليزية، تقول نجس يعني قذر، قمامة، كلب نجاسة في دمائهم السائلة يعني نجس تقول عينياً، هذا معنى نجس في دمه السائل دمه نجس يعني، معنى لحمه نجس طبعاً هل هذا صحيح؟ ما المستناد؟ ما الدليل؟ كما أخذت لكم، وتشغب وتحدث اجتباها لدى كثيرين من أبناء المسلمين ممن يجهلون دينهم وتاريخهم طبعاً قد يقال نعم، القرآن قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا في التوبة القرآن قال، طيب جميل، لن نعرف لكي نتعلم كيف نفهم الدين هذا القرآن قال إنما المشركون وأهل الكتاب؟ ولا قال فقط المشركون؟ وطريقة القرآن تفرق على طويل خط بين المشركين وأهل الكتاب والعطف يقتض التغاير إن الذين كافروا من أهل الكتاب والمشركين ولا ما صحيح؟ ليس يكون صنف، وأهل الكتاب صنف آخر وأحكام هؤلاء غير أحكام هؤلاء طيب، إنت إيج دخلك في حكاية المشركين؟ متعاطف مع عباد الأوثان؟ نفترض إتعاطف لكن لماذا دخلت اليهود؟ طيب، سنرجع إلى نجاسة المشركين السؤال الآن إنما المشركون النجس بأعيانهم؟ يعني النجاسة حسية فعلاً عينية مثل جرم نجس، يعني فعلاً مثل ما قالت هي مثل أكرمكم بالله، يعني البول ولا فائض ولا نجاسة معنوية؟ حتم النجاسة معنوية وهذا رأي الجماهير خالفه قلة رأي الجماهير وهو الصحيح لماذا؟ لماذا هو الصحيح يا أخواني؟ لماذا هو الصحيح؟ أولاً، لأن الله تبارك وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أباح لنا مطاعم المشركين، ما لم تكن ذبائح؟ يعني عمل خبز، كل عمل عصير، إيه شرب؟ أي أكل؟ عادي، الذبائح لا لماذا؟ لأنهم يذبحون على اسم طواغيتهم على اسم إِلَّا تُهُبَّلُ مَنَاهُ هذه الذبيحة والعياذ بالله، شركية، واضح؟ وأما أهل كتاب اليهود والنصارى فكل مطاعمهم إلا ما استثناه النص من خصوص الدماء المسفوحة أو الخنزير وهم يأكلون هذه الأشياء، هذا حرام واضح؟ أما معد ذلك، يهودي نصراني ذبح فرخة، ذبح بقرة، ذبح بعيراً، ذبح حشاء ماعزاً كذا، نأكل عجيب، المشرك لا نأكل، اليهودي نأكل كيف أباح الله لنا مطاعمهم؟ وفي حقها الكتاب مطاعمهم وذبائحهم وهم ماذا؟ وهم نجسون نجاسة عينية أبدانهم نجسة هل هذه صح؟ غير صحيح؟ كذب، اثنين كيف يكون اليهودي نجساً؟ أو النصراني نجساً؟ وقد أباح الله لنا نكاح نسائهم يسألونك ماذا أُحِلَّ لهم؟ قل أُحِلَّ لكم الطيِّبات ها؟ وطعامُ الذين أوتوا الكتاب حِلٌ لكم وطعامُكم حِلٌ لهم والمُحصَناتُ من المؤمنات والمُحصَناتُ من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مرأة مُحصنة، ليس زانية، ليس بغيية مرأة يهودية نصرانية، شريفة عادية تستطيع أن تتزوجها وإذا تزوجتها ألا تضمُها؟ ألا تُقبِّلُها؟ ألا تُباشِرُها؟ البشرة على البشرة يعني؟ ألا تأتيها؟ ألا ينعقد ماءُك في رحمها؟ وتُخلِّف لكَ ولداً؟ ابناً أو بنتاً؟ طب الفُقهاء اتفقوا أنَّ ما تولَّد من نجاسة، فهو ماذا؟ نجس، هل يوجد فقيه واحد قال؟ ولد المُسلم من كتابية نجس؟ هل يوجد فقيه؟ قال، واحد مُسلم تزوج كتابية؟ جابت له ابن أو بنت، ولداً يعني نجس، طرد للقاعدة لأن المُتولد من نجاسة، نجس، ولا مستحية؟ إذن موضوع نجاسة اليهود والنصارى، أو نجاسة أهل الكتاب؟ كلام فارغ، فارغ مُبتدأً ومنتهن طيب يا إخواني، هناك أيضاً مفاجأة في القرآن الكريم، ليس المُشركون فقط، ليس المُشركون وحدهم، هم الأنجاس، أو الرجس، المُنافقون أيضاً صح؟ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه أن تعرضوا عنهم، فاعرضوا عنهم إنهم رجس، وما هوهم جهنم، إنهم رجس والرجس هو النجس، يعني الشيء النجس، الرجس هو النجس، هكذا تضبط والرسول عليه الصلاة والسلام، فسرها كما قال أبو جعفر شيخ المفسرين بهذا حين كان إذا دخل الخلاء، يدخل طبعاً برجله الشمال ويستعيذ بالله، أعوذ بالله من الرجس النجسي، الخبيث المخبث الشيطان الرجيم لأن هذه كلها من صفات الشيطان، هو رجس، هو خبث البعيد، تعنى الله عليه طبعاً فإذاً الرجس هو النجس، وهذه طريقة بعض اللغويين الكبار في الكوفة والبصرة يعادلون بين الرجس والنجس، فعلق عن المنافقين إنهم رجس، وما هوهم جهنم وأما الذين في قلوبهم، فآخر التوبة، آخر صحيفة وأما الذين في قلوبهم مرض، فزادتهم رجساً إلى رجسهم جميل، الآن المنافق هذا كانوا في بعض الصحابة منافقين، ليس كذلك؟ في نص القآن الكريم والسنن ألم يكونوا يتزوجون المسلمات؟ كانوا ألم يكونوا يصلون في الصفوف والأولى ربما أحياناً مع كبار الصحابة خلف الرسولة؟ كانوا ألم يكونوا يآكلون ويشاربون ويجارسون الرسول وأصحابه؟ كانوا طب هم رجس، آه، إذن ما معنى الرجس والنجس في حق المنافقين وفي حق المشركين؟ الرجس المعنوي، تقول لي الكلمة كمان زيادة عشان نفهم أكثر يعني هو خبث عقائدهم وطواياهم، سرائرهم من جوة وسخة واضح؟ سريرة وسخة، يعطيك من طرف اللسان حلاوة، ويروغ منك كما يروغ الثعلب، كذاب يظهر لك المحبة، وهو كاظم على كره عظيم لك قد بدت البغضاء من أفواههم في لحن القول، ولا تعرف أنهم في لحن القول تعرف أن هذه الكلمة بقولها محب، هذه بقولها واحد كاره، هذه بقولها واحد كاره، مغيظ، محنق قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، خبيث، هذا الخبيث، هذا الرجس، هذا النجس اعتقاده وسخ، طويته وسخ، نيته وش نظيفه؟ هل فكر اليوم؟ الأم تقول لها بنها الزوجة تقول لزوجها، الزوج يقول كذا، الصديق يقول لها صديقية، الشيخ يقول لها صف نيتك، صف نيتك، طهر قلبك، ماذا قصده يعني؟ نيتك عندما تكون وسخة لا تفلح قلبك عندما يكون ملوثاً لا تفلح ويشوف هاشنا معارّة كبيرة، كيف تقول لي هيك؟ أنا مش زبالة، أنا لا، يفهم، يفهموا، عربي هو، يفهموا العربية، أنه معاناها إيه؟ أنه أنت باطنك مش ننظيف مئة في المئة، في وسخة، هذه الوسخة حسية أو معنوية؟ معنوية، بس وسخة النية، وسخة الاعتقاد، واحد يعبد في صنم، في أوسخ من هيك عقيدة؟ وليش السيدة قبر إلي زعلان هي؟ إذا فهمت كلام هذا، إذا سمعتها، تزعليش؟ لا يوجد شيء أوسخ من عقيدة الوثنية، واحد لا يعبد رب العالمين، وخالق الدنيا والآخرة، تعبد لي حجرة، وثنًا، صخرة، شجرة، مخلوقاً مثله الله قال هذه وساخة، هذه اعتقاد خديث، هذا المقصود، فهمتم ما معنى؟ المشركون نجس، والمنافقون رجس، هذه معنى، ليس معنى أنه بنفسه نجاسة وإلا ما ينفعش المنافق، أنه يزوج مسلمة، ولا يسلِّم علينا، ولا يعنقنا، ولا يوكل معنا، ولا يشرب معنا، ولا ينوكل من أكله بس هو، ليس نجاسة حسية لا، هذه نجاسة الاعتقاد والباطن، انتهينا في الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام ونفرب من أصحابه شاربوا من مزادة مشركة مشركة، عندها مزادة قربة، فيها مية، استسقوها أعطتهم، فالنبي شربوا والصحابة شربوا لو كانت المشركة هذه نجسة، نجاسة حسية، ينفع نشرب من مزادتها؟ لا ينفعش صح أو لا؟ أفداً، ينفعش حتى تلمسها وتلمسك، أنا نجس ينفعش تمسك القذرات، والعذرة، نجاسة وثبت عن حذيفة ابن اليمان أيضاً أنه استزقى مجوسياً فسقاه المجوسي، لا في مشكلة واضح؟ جميل؟ طيب، خلصنا الشيء الغريب أنها لما تكلمت عن نجاستهم، راح تفرعت وآتت بعجب من العجب وهذا مهم، سوف نستفيد منه كلنا كمسلمين، أنتبعوا، تمثي لأي الحاجة قالت لك المسلم، إذا كان يمشي في طريق، ورأى يهودياً ولم قالت لك حتى نصرانياً، ما نروحه يعني؟ المفروض نفس الشيء يهوداء ونصرانياً، قالت لك يهودي، مبكز على يهودي استقوا بهم علينا يعني أساساً ورأى يهودياً، فالمسلم لا بد أن يضطر هذا اليهودي أن يصبح وحده على الجانب الآخر، والمسلم يصبح في جانب آخر كل شخص لحاله، ليس في نفس الرصيف، لماذا؟ قالت لأنه نجس قالت، ما هو؟ اليهودي عنده نجس، وهذا نجس هذا ممنوع يقرب مني أو يقرب منه أو يلمسني، فيمشي لحاله غاد، وأنا أمشي هنا، كل شخص لحاله عرض الصيف، رأيته كيف؟ طبعاً، هم مدهوشين من حقارة الإسلام، طبعاً دين مثل هذا يكون حقير هذا ما هي الحقارة؟، لم تنظر للناس النظر هذه؟ بني آدم مكرمون، ولقد كرمنا بني آدم، الله قال لم يقرر كرمنا أي شيء؟ عشان هيك الرسول عليه الصلاة وأمضره السلام والحديث أخرجه البقاري ومسلم وأهل السنة إلا النسائي يعني الحديث من أصح ما يكون سهل ابن حنيف، الصحابة الأنصار الجليل وقيس ابن سعد ابن عبادة وقيس ابن سعد قاعدين في القادسية من أعمال فارس تعرفوها بعد ما فتحوها؟ قاعدين فمر عليهم بجنازة، يقول جنازة وجنازة بالفتح والكسر، لا بأس مر عليهم بجنازة، فقام لها شوف عظمة المسلمين عادة، ليس تبع اليوم هذا الحديث الصحيح كما قلنا فقام لها، فقيل لهما إنها لأهل الأرض جنازة واحد من أصحاب الأرض يعني المجوس عباد النار، الذميين كانوا في الذم الحين، خلاص، بس عباد النار هؤلاء عساس فقالا، هم اثنين سمعوا هذا الحديث من رسول الله أو شافوا الواقعة، قالا مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة، فوقف لها الرسول وقيت الجنازة، شوف هيبة الموت، احترام الجثمان فقيل يا رسول الله، إنها ليهودي، فقال أليست نفسا؟ يا سلام، شوفوا هيا، أجيب الحديث هذا علم الغرب الأوروبي والأمريكي، كيف محمد وقف لجنازة يهودي ولما بعض الصحابة قالوا، يعني هذه ليس واحد مسلم، يهودي قال هي نفس معلم الأمم كلها، وأمته خصوصا، أنه النفس محترمة، حية وميتة طب إذا احترمها، وهي ميتة، محترمها حية؟ أكثر طبعا طبعا، محترمها أكثر لأنه حي السيدة في رجية، ما قادش قلهم اللي قلنا نحن هنا مئة مرة ولا نمل من ترداده، ولكن ليس نقوله بالتفصيل، لأنه سأتمله أكيد وأنا سأمله، لكنهم يرجعوا بحث وعاد أنه في سورة النساء، تسع آيات غطت أزيد من صحيفة، أزيد من صفحة كاملة، صفحة بعض الصفحة تخيّل، آيات، 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 شديدة الملامة، قوية العتب، آلية النبرة آيات حديد والنصيب الأعظم من العتب والملامة، من الذي يضفر به؟ رسول الله ليه؟ ليه؟ ما عمل الرسول؟ لأنه صدّق جماعة من الأنصار، ليس النصار، النصار، الأنصار الصحابة يعني، الأنصار، إذا المهاجرين من الأنصار، من بني أبيرق، أحدهم سرق درعاً لأحد الناس، ثم اتهموا بها يهودياً ألقوها في داره، جماعة، صحابة، موحدون، مسلمون من الأنصار، ناس محترمون كلهم شهدوا ضد يهودي، فالنبي صدّق من الذي كشف القضية؟ وعاتب على النبي، وشدّد العتب والملامة عليه؟ تأنيب، كان فيها تأنيب لأدايات، رب العالمين لكي نفهم أن هذا القرآن ليس من عدد محمد، محمد يفضحش حاله، صح؟ لا محمد أستغفر الله، وحأش لمحمد إلى انقطاع النفس، بل إلى انقطاع الدنيا والأبد إن كان لهم انقطاع، وما هو بمنقطع حاش لمحمد أن يترك الكذب على الناس، ثم يكذب على الله النبي عمر لم يكذب على البشر، يكذب على رب العالمين وبعدين وحاشاه، وفرض المحال ليس محال لو كذب على الله، وقال أنا نبي، وألف القرآن من عنده، والله، وعزة جلال الله خياماً مسلم وغير مسلم، يعرف الله مستحيل أن النبي صحّح نفسه، ويفضح نفسه من أجل مين؟ يهودي من العامة، من أهل الذنّة، يهودي كافر، ليس مسلم لا، مين أحسن لي؟ أكسب الأنصار؟ وبني أبيرق؟ أم لا أكسب يهود، ولا أكسبه، ولا أكسبه النبي؟ لا أكسب الأنصار جماعتي، ولا بصحيح؟ معي اليوم أنت، اليوم أنت مسلم وحد سني، تختلف مع مسلم وحد سني حزبياً هو في الحزب الفلاني، وأنت ليس متحزّد، تكره، ويحمر لك عينه ومرّت بفترع عليك، ويبغيك العنة، ولا يُنصف فيك، صح أو لا؟ وحسنتك عنده سيّة، وسيّتك بألف سيّة، هذه البشر، مظبوط؟ هذه البشر، هذه الناس، محمد ما كان الشيكي، محمد بشر، صح؟ ولكن نبي الرسول إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِي تَحْكُمْ بَيَا النَّاسِ بِمَا أَرَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِيَنَ خَصِيمَةَ لا تُخَصِمْ عَنْهُمْ، الله قال له لماذا خصمت عن الخوانة؟ من الخوانة؟ الصحابة من بني أبيرك، الأنصار، قال له خوانة، الله قال، خوانة، واستغفر الله، واستغفر الله، واستغفر الله، شوف آية نحن برهان، أن هذا كلام رب العالمين، ومحمد ختام الأنبياء المرسلين، ودينك دير رحمة وعدل وأنصاف مع يهودي، دمي، مستضعف، غلبان لحاله، الله لم يتركه وحده، صح أو لا؟ وأنصفه من النبي نفسه حين ما؟ سنقول باللغة العمية، يعني ضُلّل أو خُدع، ولكن كاد أن يضلّل، والله قال له أنه لو لا إحنا ثبّتنا، كذلك ضلّلوا كذلك، وادّوك فداية، الصحابة، الأنصار، اللي كذبوا في حق يهودي، لماذا؟ وبتقول لك إيه دين محمد تحوّل من دين روحاني في أول 12 سنة إلى دين، إلى سياسة تتوشّح بالدين، هذه سياسة؟ بالله عليكم هذه السياسة؟ هذه لا علاقة لها بالسياسة، هذا دين، دين، المسلمون اليوم أقسم بالله أحواج الخلق أن يتعلموه لأنهم بعيدون جداً منهم، وين تلاقي اليوم إنصاف مسلم من مسلم، إنصاف مسلم لمسلم، ما بتلاقي الكلام هذا؟ كل واحد متحزّم وتخندق، صح وعلا؟ يذبح كل العدالة من أجل نفسي وطائفتي ومذهبي وحزبي وأهل بلدي وكذلك ضد مظلومين من أهل دينه، سكت يا رجل، وإقرؤوا الآيات، ارجعوا، يا رجائن، اقرأوا واحدك في الليّة، في رمضان الـ 29 اقرأ صورة النساء، اقرأ هذه الآيات، لكي تبكي تبكي على ما لم تعلمهم دينك، وتبكي على حالة المسلمين اليوم إلى آخر الآيات، هذا لم تقله يا سيدة إبريجيت لهم، محمد واليهود، لم تقل هذا بس أنت وظيفتك تقولوه، كل لغات تقولوه، إلى كل لغات ترجموه، لا تبرأ ذمتكم إلا بهذا بشرب دينكم، ارفعوا رأسكم بهذا الدين العظيم، والله العظيم يرفع أقل رأس، وأضعف رأس، يرفعها فوق من عنده دين زهلة؟ من عنده كتاب بهذا المستوى يا أخواني؟ من؟ أخبروني طيب، بعدين تكلمت أيضاً أيضاً، اكتشفت اكتشاف، قالت الخليفة العباس الثاني المتوكل أول واحد من كان هو؟ أبو العباس، أبو العباس سفّح بعدين أخوه أبو جعفر المنصور بعدين المهدي، بعدين الهادي، بعدين الرشيد، بعدين الأمين، بعدين المؤمون، بعدين المعتصب في العصر العباس الثاني، هناك عصرين لدينا في العصر العباس الثاني، أول خليفة فيه ترى العصر العباس الأول، أول واحد من؟ السفاه وآخر واحد الواثق في العصر العباس الثاني، أول واحد من؟ المتوكل وآخر واحد المستعصم الذي ضربه في التطاري في كيس الخيش وقتلوه رحمة الله علي المسكين المتوكل إذا ذكر المتوكل طبعا إذا ذكر المتوكل فإنه يذكر بفصل أسود من فصول معامرة أهل الذنة في الإسلام صح وأنا ذكرت هذا في طروحتي للدكتوراه ذكرت كيف الفصل هذا للمتوكل مع أنه المتوكل إحدى نسائه إحدى زوجاته وهي أم ابنه أحمد المنتصر الذي ذبحه ذبحوا وأخذ الخلافة منه للأسف الشديد 13 الخليفة عباسين ذبحوا 13 ما شاء الله عليهم هذه السلطة السلطة لعناء هذه ليست حجة على الإسلام الإسلام حجة عليهم وعلى من هو أكبر منهم فالمتوكل كان محنة على الشيعة وكان محنة على المعتزلة وكان محنة على أهل الكتاب الذنميين فقط كويس كان مع الحنابلة سامحان أهل السنة ويحبوا أهل السنة اليوم المتوكل ما مجرم ظالم هذا عشان أن أنصفكم وظالم الخلق كلهم صار عندكم ممتاز يعني مش ممتاز ظالم الله ما بحب الظلم ولا بالصحية شوفنا كيف القرآن أنصف يهود من محمد وأصحاب محمد أنصفوني يا أخي أنصف المعتزلة وإخوانكم الشيعة وأنصفوا الذنميين لهم ذمة الله ورسوله فالمتوكل فعلا فرض على أهل الكتاب شغلات سخيفة جدا جدا يلبسوها ويعلقوها على بيوتهم وعلى كهنائسهم الرجل يعني مهفوف كان في الشيء هذا خلي والعلماء أنكروا عليه واعتبروا فصل أسود فعلا في تاريخنا جميل لكن ليس هذا الاكتشاف الاكتشاف قالت لهم تعرفوا النجمة الصفراء يقولوا بجها طبعا إذا ذكرنا النجمة الصفراء أو الإشارة الصفراء البج الأصفر هذا مباشرة أين نذهب؟ النازيون النازيون ما يخوف؟ بدهت حتى المعرة تحملها للمسلمين ما لحب القرية هذه ما هي قصة النجمة الصفراء لكن لا نطول باختصار من سنة ثمانة وثلاثين ألف سععمائة طبعا سنة ألف سععمائة وخمسة واربعين النازيون طبعا هتلر في ألمانيا تعرف أنتم عاد كيف تعانون اليهود والأقليات والغجر واليوسلس والبيهندرتب هذول اللوتي وكذا إلى خيره كل هذول المساكين فاليهود كان في معاملة لهم تمييزية بالعلامات مش عندهم نجمة داود هم وثلاثين واحد قائم واحد مقلوب فلازم الإشارة الصفراء إذا كان أصفر فهو يهودي هذا يهودي حاملها نجمة الصفراء هذه خلاص يهودي بعدين يهودي مثلي يعني جنسي مثلي واضح يهودي مثلي أو يهودي زوفيلي يعني بهيمي ما بهيمي؟ بعشق البهائم تعرف اسمها الزوفيليا عشق البهائم مرعدوا بالله فهتلر لم يكن تساهل مع البهيمين هذولا البيعشق والحيوانيات والكلاب والشارة هذه والقردة ومع المثليين كمان اللواطيين يعني السادوميين لا تساهل معهم فكانوا بعشقهم مثلث الوردي المثلث الوردي مثلث في نجمة داود هذا وردي يعرف هذا المين يهودي مثلي أو زوفيلي أو كذا أو غير يهودي غض النظر بعدين عندنا المثلث هذا واحد فيهم يكون أسود هذا يكون ليس يهودي يكون آري ألماني أبو الدم أزرق يعني أبو الدم الأزرق عنده صلات وتعاملات وتيسيرات وشبهات مع اليهود يويل لك فبحطوا له مثلث أسود فيما هي القصة مثلث أصفر مثلث روزة يعني زهري ومثلث أسود هذه القصة وطبعاً يوم عاد اليهود مساكيين تعرفوا اندبحوا في الهولوكوس عاد لما يسمعوا كلمة المثلث الأصفر واندق شعر الأبدان وعندهم الحق طبعاً اندبحوا في أفران الغاز والدبح وكذا فالشيء مزعج جداً يعني ما تريدك أنت بطريقة ما عندك رغبة تبيض ساحة النازيين فما قالت النازيين قالت الألمان افهموا حاول تفهم الخطاب التي تقرأها وتسمعها أنت تجعلك محلل لا تكون تساذج قالت النجمة الصفراء ليس ابتكار ألماني لا أقولي نازي لماذا ألماني دخل ألمانيا نازي حقبة العارة في طريقة ألمانيا جاءت هذه ابتكار إسلامي أول من ألزم اليهود بلبس النجمة الصفراء المتوكل الخليفة العباس الثاني أنا قرية تاريخي وبالتفصيل بفضل الله لو تستظهر بالإنس والجن على أن تأتيني بالسطر واحد من كتاب تاريخ عربي أو إسلامي يقول المتوكل ألزمهم بنجمة صفراء أنا أعطيها البداية أنا سأعترف من أني جاهل وهي بتفهم ديني أكثر من أني تاريخي لماذا تكذب هذا من أين هذا نجمة الصفراء النجمة أما تقول علامات صفراء في العمائم كانوا يضعوا مثلا شريط أصفر يميز اليهودي من المسيحي نعم هذا حصل شريط أصفر في العمامة وظلوا أيام الفاطميين وأيام حتى المماليك الشريط الأصفر لكن ليس النجمة شعار نازي هذا شاهدت تلعب على جهل الناس تستغل الجهل فكونوا حذرين كونوا ومستيقظين بعدين راحة جابت ورطة ثانية اتورطت فيها فقالت الزنار زنريون باليونانية الزنار كنيسة السوريانية شرقية وغربية تسميه زننارا من كلمة يونانية زنريون معنى هو الوشاح وشاح يوضع على الخسر أو على الصدر أو أي مكان آخر لكن يستخدم في الكنائس شرقية وغربية أكثر عشان تثبيت ماذا؟ تثبيت الثور الرداء تبع الكاهن الأسقر أو كذا القسيس هذا اسمه الزنار وكل ميونانية أصلا ومستخدم عندهم قلت لك ابتكار إسلامي المسلمون ألزموا النصارى بلبس الزنار غير صحيح ليس ابتكارا إسلاميا بل هو لباس ديني عند النصارى يتعارفونه بينهم ولازالوا كلهم بلبسوا الزنارات لليوم ولا ظلهم أهل ذنة اللي حمش دارين في الشرق والغرب على فكرة الشرق والغرب أي الجهل هذا وإش الكذف هذا عيب مرة أخرى عيب نرجع لموضوع المشي في جهة واليهودي في جهة الآن قد يحتج لها بعض من هو أعلم منها طبعا بمراحل يقال لا 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 انتظر يا عدنا انتظر أليس عندكم في صحيح مسلم من رواية الصحابي أبي هوريرة أن نبيكم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام لا تحييش يهوده النصارى انت شوفوا ممنوع هو يحييك إذا حييك قل وعليكم نقول لك السلام عليك زي ما قلوا النبي يعني الموت عليك عليك تموت نعدمك هاي معناها فانت قل وعليكم قال هيك دين نحن نحن ما بنحييش اليهود والنصارى ممنوع نبدأهم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطرهم إلى عضيقه صح هذا الحديث سويا أخواني في صحيح مسلم مشكلة ليش مشكلة أن عدد لا بأس به من الصحابة عبد الله ابن عباس حفظوهم عبد الله ابن مسعود أبو أمام الباهلي أبو الدرداء فضالة مش فضالة فضالة ابن عبيد وغيرهم وهذا رأي الإمام الأوزاعي وإبراهيم النخعي وجماعات من العلماء إنه لا المسلم يحيي اليهود والنصرين يقولوا السلام عليكم سلام عليك أنا أعطيك السلام مني لا تخاف ولا أعزيك ولا أتكلم فيك ولا أبدا السلام أنا ابن السلام ابن الإسلام وأنا أحمل رأيه السلام للعالم وبوزع السلام على الناس سلام عليكم سلام عليكم أنتم سالمون آمنون يحسن هذا الإسلام الحل الجميل الغطول يوم الجهل والقتل والذباحين الذباحون طيب بحثوا للصحابة كيف؟ ما سمعوش بالحديث؟ ما بعرفوش الحديث؟ ولا بخلفوا النبي إيش القصة؟ مش هيكوا بس الإمام المفسر الجليل الرجل الزهد العلماء أبو عبد الله القرطبي المفسر في تفسيره الجامعة الحكام والقرآن الكريم مش قال قال وظاهر نصوص كتاب الله تبارك وتعالى ظاهر الآيات يعني ظاهر الآيات القرآنية هذا إنك بتسلم على كل واحد يهود يا نصراني أيًّا كان مسلماً كان أم غير مسلم بتسلم قال لولا حديث مسلم يا الحديث مسلم أجمع نعنى قال لك لا تنطلع اليهود والنصارى حلو تفهمتوا؟ شبه صح؟ شبه عاملت مشاكل المسلمين اللي يعيشوا بالغرب أستراليا وكندا وأمريكا وإينا وأوروبا والمسألة فضيحة كانت في علمي بس كويس حاولوا أن تسمعوا الجواب وأن تفهموا لما بترجع لرواية هذا الحديث يا إخواني سيفجأوا كأنه نص الحديث فيه اضطراب المتن يعني فيه اضطراب نسموه اضطراب المتن كيف اضطراب المتن؟ مرة تقول لك لا تبدأوا المشركين بالسلام المشركين مرة تقول لا تبدأوا اليهود بالسلام مرة لا تبدأوا أهل الكتاب بالسلام مرة لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام اضطراب ولا مش اضطراب هو حديث النبي قاله أكيد قاله بلفظ واحد ما قالوش إيه بخمسة ألفاظ مين اللفظ اللي النبي قاله وتفرق كثير لما يقول إيه لا تبدأوا إيه المشركين عم إيه لا تبدأوا اليهود والنصارى وقد تكون لهم ذمة وفي الذمة صحة ولا لماذا لا نبدأهم؟ لنهذا العدوانية والتبجع الناس صح؟ ها فيه اضطراب نبحث عن الاضطراب هذا بسبب هذا الاضطراب ليس هذا هناك مفاجأة ثانية مفاجأة عجيبة ستحيل هذا الحديث والله العظيم في اعتقاد كل واحد منكم ومنكم آية من آية التسامح الإسلامي شارة من شارات العظمة الإسلامية انت قلبك سيبكي ستأسف إن كيف افترنا عن الرسول بالزيادة والنقصان دون الندر ربما رام نفعا فضر عن غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا ما هو؟ نرجع للإمام أحمد بن حنبل أحمد هو شيخ البخاري والبخاري شيخ مسلم صح غلا؟ شيخ شيخه يعني هو أول أحمد بن حنبل الإمام الجليل هو عبد الله في المسند روى هذا الحديث عن أبي بصرة الغفاري والبخاري نفسه ما رووهش في الصحية طبعا مسلم درواه البخاري نفسه شيخ مسلم رواه في الأدب المفرد مش في الصحية في الأدب المفرد كلاهما عن أبي بصرة الغفاري واسمعوا إيش النبي جعلها صدمة سنفرح بها قال إنا غادون غدا إلى يهود وفي رواية يعني إنا إيه؟ وبكرونا غدا إلى يهود ليش في الحرب كان في حرب قائمة فالنبي رايح جاي بالجيش وراحين يخوضوا المعركة مع اليهود فلا تبدأوهم بالسلام يا سلام يفهمنا ليش لأنه ليس معقول أنت راح يتحربهم ويتقولهم السلام عليكم طيب إذا حصل قلت له السلام عليكم ممنوع خلاص أنت منوعت منه ممنوع خلاص تمسك ذلك ولا بتعمله حاجة لأنك سلمته صح ولا معطيته وعدًا بسلام من قتت عليه السلام عليكم يقول هذا الإسلام وهذا الإسلام هكذا يلعلم ليس كما يعلم اليوم القتل من الأ bikern المسلمين تأخذ المسجد سلم ورحمة الله و Vine صف للصف الأول الله فجر نفسه وليس حقص 50 60 كله سوا سوف دخل الزنديق الله لا يرحم روحه سحقص وجدد الله على أرواحك من العذاب لا أرحم الله هذه الأرواح النجسة هذه الأرواح مجسة نجس داخلي مثل إسلامي وفي الصف الأول وتطرح السلام وتقتل المسلمين فأعنط الله على الظالمين لا أعنط الله على لا أرحم الله هذه الأرواح عرمة الإسلام نبي قال رايحين بكرا حارب أصحوا تسلموا عليهم لأنه سلمنا انتهى خلص شفت أخلاقية الرسول ما هي علاقة الأخلاقية العظيمة هذا بالحديث المبتور انبتر من أوله انقطع وعجع لا تبدأ اليهود ولا النصارى ومعناها لفظة نصارى لا لهذا موقع وحتى لفظة مشركين لا لهذا موقع لفظة أهل الكتاب محتملة إذا حمت على ماذا على خصوص اليهود أهل الكتاب يورد به اليهود فقط ليس النصارى طبعا لأن الحرب كانت مع من مع يهود ليس مع النصارى فهمنا كيف مين الذي عمل هذا البتر كل القرائم تقول الذي ارتكب هذه الغلطة الكبيرة قد يكون عن حسن نظن نحن نقدّ هذا إن شاء الله هو سهيل ابن أبي صالح السمّان أبو صالح السمّان أبوه هو الراوي عن مين عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا فهو يروي عن أبيه عن أبي هريرة راح قصّلنا إياه نفيش إلا منه أبو بصّل روى ماذا كاملا إنا غادون غدا إلى يهود رايحين انقاتل فبتسلموش عليهم واضح وإذا شفت اضطره إلى ضيق الطريق حرب طبعا وفين الحديث الحربي هذا في واقع حربي جعله المسلمون للأسف بغفلتهم غفلة وقعنا فيها بغفل الإمام المسلم لما روى زهيك يا ريتو ما روى بخال ما روى الحمد لله يا ريتو ما روى هذا الحديث ضلل المسلمين لما يأتينا مفسر عظيم زي القرطبي يقول للصحابة فلان وفلان وفلان كانوا يسلموا على كل الناس على يهود وعنصران وعنمجوسي يسلموا سلام دين سلام وهذا ظهر القرآن الكريم هو هيك نسلم على كل الناس ويقولوا للناس حسنة لكن لو لا حديث مسلم حتى القرطبي انخدع فيه مسكين ومعرفش كيف يدبر أمره فيه صحة ولا قال لا ما نسلمش عوض نصران لا نسلمش النبي قال لا تسلموش عليهم للأسف الشديد وصار كعنو ثابتة من ثوابة الدين فهمت علي فهذا الذي ترمي إليه السيدة قبرايل إن كانت ترمي إذا كانت عندها علم بهذا الحديث طيب